زيارة نتنياهو إلى واشنطن تحيي من جديد الملف النووي الإيراني وسيتم التطرق إلى الحرب في سوريا ولكن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني لن يكون في الصدارة بحسب ما يقول الوزير الساحي هانيكبي اللقاء لن يركز على الموضوع الفلسطيني وإنما على المشكلة التي نشأت بسبب الاتفاق مع إيران هذا الاتفاق يزعجنا ونحن نريد إيجاد طرق مع الإدارة الأمريكية للتصدي للأضرار الناجمة عنه فضلا عن الخطر من سيطرة إيران على أجزاء من سوريا من خلال الخطوات التي تقودها روسيا وهذا يشكل خطرا على شمالي إسرائيل بيد أن وزراء ونواب من حزبي الليكود والبيت اليهودي يطالبون نتنياهو الإعلان بصورة واضحة عن تراجعه عن حل الدولتين وضم أراضي من الضفة الغربية لإسرائيل وتكثيف الاستيطان فكرة الدولتين فكرة مضحكة دولة إرهاب فلسطينية لن تقام هنا أبدا وهذه فكرة جنونية حاكها اليسار قبل عشرين عاما وانتهت المعارضة من ناحيتها أكدت على ضرورة الانفصال عن الفلسطينيين من أجل الحفاظ على ما اعتبرته بالدولة اليهودية والديمقراطية هناك صفقة واحدة تضمن الحفاظ على يهودية وديمقراطية إسرائيل وهي الانفصال عن الفلسطينيين وإقامة دولتين لقومين أما النواب العرب في الكنيسة فرأوا بأن لقاء ترامب نتنياهو سيفضع النتائج سلبية للأقلية العربية في إسرائيل والفلسطينيين بشكل عام نتنياهو وترامب يتطابقان بأنهما وصلا إلى الحكم عبر التحريض على الأقليات أيضا ترامب وأيضا نتنياهو وهما يواصلان سياسة تخويف هذا ما يجمعهما تنقسم الأراء في إسرائيل بين اليمين الذي يعول على لقاء نتنياهو ترامب من أجل مواصلة الاستيطان والتخلي عن حل الدولتين واليسار الذي يخشى من الأمر ذاته من الكنيسة في القدس يحيى قاسم الحر